دلوقتي جماعتكم مع بيت العز مع نجوة براهيم برعاية البنك الاهلي المصري بنك اهل مصر على نجوم افقام ونجوم افقام تيفي نجوم افقام على كيف على كيف اهلا وسهلا صباح الهنى صباح السعادة والامل والسرور وكل الحاجات الحلوة يومكم جميل جدا زيق وزيق لكم صباح الفل يا يوسف كويس بصوا بقى انا معاكم نجوة امراهيم كل يوم خميس من واحدة لاتنين على نجوم افقام 100.6 ونجوم افقام تيفي وبنعيد نفس الكلام اللي بنقوله يوم الخميس يوم السبت على التليفزيون فقط من اربعة لخمسة بعد الظهر شوفوا بقى موضوع النهاردة شوية يعني كان غريب معايا حبتين السبوع اللي فات كنت بكلم واحدة عرفة صحبتي قوي ونساي من قبلتني فبتقولي انا عندي مشكلة قتلها خير يا ربي قالتلي واحدة صحبتي شفت جوزها مع واحدة تفتكري يا ماما نجوة روح اقول لها قتلها مليش دعوة انا مليش دعوة خالص انا عامل حلقة بعد اذنك واحقول فيها الحاجات دي لو شفت حاجة غلط او لو شفت حاجة غلط على مراتك على اختك على جوزك او اخوك او 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 حتروح تقولي للطرف التاني البعيد يعني يعني حتكتمي ولا حتسياحي باللغاتكم انتو يا شباب يا حلوين مش عارف الموضوع صعب شوية بس احنا تعالوا بنا نفصفصه ونشوف ايه الحكاية بالزبط مثلا الاجابة هتعتمد على الحالة وعلى الموقف وعلى طبيعة العلاقة انا فصفصته يعني عوامل كتير جدا جدا قبل ما تخشي تحطيه على النار والسيح الحالة بتقول لو شفت الغلط تتكلم عشان تصلحوا طب هل انت تقول اللي مش بيشوف تقوله انت عامك في عينه والحاجات دي لا انا عن نفسي اسكت سألت زميلاتي وزميلي حبيبي اول ما باجي قلهم يا جماعة ايه الحكاية وايه الرواية طب نعمل ايه فحد قال لي والله انا مليش دعمة حد قال حلمح خلوا بالكوا ان التسيحة دي او اللي انتوا هتنشروا هتنروحوا هتنشروا دي لو اللي اتنين لو انت روحت قلت للستة دي ان جزها كذا كذا وهي كتعقل قوي وسمحته وقالت له في كذا كذا وفلانا قالتلي وشفتك بعنيها حيفضل شايلك ويحط فيك شايلك طول كأنك هم وحتتكرهي وا 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 فممكن هما يتصلحوا وانت اللي تطلع انت اللي وحشة فبرضو حت يا انتوا تقنعوني انا اقنعكم بصراحة ربنا انا مش عارفة اقول لكم ايه بس انا شايفة الحلقة مش وطالة يعني هتسير الضجيج وسبحان الله اعدل لي على الواحدة اقول لهم مش عارفة ايه يروحوا واخدين بس كلمتين نص الجملة اقول لك ايه الحق اسبوع اللي فات كنا بنتكلم على ليه عانس تقول لك لا انا عانس واللي بيجي لي بطفش وبعمل وبساوي وقلت لها لا لا دي حاجات لا انت تقول له بس تغلطي في اسمه ايه ايه انا بقالها لو هو اسمه اشرف تقول له ايه الشريف تقول له اشرف قال لك نجوة ابراهيم بتقول للبنات نصايح تطفش بيها الرجالة والعرسان لا ده انا بهدي النفوس بقول لهم حاجتين تاني كده حلوين يعني بالراحة على نفسكم والله مش بالراحة على الناس الواحد لما بيتزعل حد تأكدوا انهم ممكن ما يعرفش ينام يعني ليه انتوا داخلين شمال في بعض على السوشيل ميديا ليه انا عادت ادور فيه كل الزميل والزميلات وخصوصا الزميل قال لك اصلا هي بقت شغل بيجي فلوس ترندات يا باشا ترندات يا باشا ماشي طيب انا عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا انه في حد راح بقى سأل دار الافتا دار الافتا فالشيخ ذات نفسه بنفسه قال لهم اذا انت متأكد يبقى حتقول لكن ده حسب النوع الصداقة نوع المعرفة لو انت بر قوي مفيش ده تدخل تجاي من اخر الدنيا عشان تقول لها جوزك بيخونك ليه قال له طب ده حرام او قالتو ده حرام قال لها لا مش حرام بس الفكرة انه هي اغتك هي حد يقرب لك قوي قوي وازاي بتقوليه وانا دايما اقول لكم ايه مش مهم الكلام المهم الالقاء ازاي بتقوله في ناس تقول لحد لا 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 ده كلب كلب كلوب كده كلوب كلب هديش تيمة لا مش تيمة انا ما هتقول له ايه يا كلب ديش تيمة ونصين ولازم اطلع فاصل اه بيقول لي اه يلا يلا جسر برعاية البنك الاهل المصري بنك اهل مصر على نجوم افقام ونجوم افقام تي في اهلان وسهلا معاكو مرة تانية في بيت العز والنهاردة الحلقة لو شفت غلط تصلحه ولا تكتم عليه ولا بقى تعمل التسيحة والحاجات دي وخصوصا الغلط اللي هو في العلاقات يعني الخيانة مثلا شوفوا بقى علي علاق الدين من اه السعودية بيقول لي يا ماما نجوة اه صوت كفيه تفاؤل شكرا يا علي بيقول لي في حاجة اسمها ربنا السطار فنصطر عليهم ومنعودش بقى نسيح ونتبقى حكاية هو ربنا بيصر مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة كل حاجة بس فيه تيجي حتة بقى بيبقى اللي قدامك محتاج ان انت تقوله اذا كان اخوك اختك كل حاجات دي بس برضو بتتقال ازاي اميرة بتقولي انا بحبك قوي وبشوف النهاردة بتطلي علينا بالابيض انا بحب الابيض يا اميرة والله جميل الابيض بحبه جدا تقول انا بيعقس نقاء الروح ويه بتقولي بحبك جدا وانا كمان يا اميرة يا اميرة الامرة طيب في حاجة بقى في بيقول يا يوسف بتتحرك كتير يا يوسف مدرب العلاقات الزوجية اسم كريس ارمسترونج عمل مقالة على الانترنت حطها على الانترنت بيحاول يجاوب يجاوب على سؤال صعب جدا ومحرج لو عرفت ان جوز صاحبتك بيخونها تقولي لها ولا لا ده كده بالصراحة طبعا السؤال صعب جدا وانا متأكدة ان هو صعب عليكم سواء انت الراجل او سواء انت ست صعب ان انتو تروحوا تقول الكلمتين اللي مش حلوين بيقول لكن المقال يعني بيقولك ان واجبة تعمل كده لكن كل ما صاحبتك نمرة واحد كل ما صاحبتك عرفت بدري قدرت ان هي تواجه المشكلة لان الخيانة عارفيني الكانسر بعد عنوكو بعد الشر لو تعرف في المرحلة الاولينية خالص الاولى هيبقى سهل قوي للعلاج انتو معاه في الحتة دي طيب الراجل بيخونها وهو هيبقى سهل برضو في العلاج انه هتقول لها بدري بدري تقدر تشوف حالها الصداقة كمان معناها الثقة طب ازاي هي بعد شوية تعرف ان انت كنت عارفة ان جزها بيخونها وانت ما قلت لهاش طب دي حاجة تخد حدقها جدا تالت حاجة في المقالة بتاعته بيقولك انه صديقك محتاج دعم من اقرب الناس ليه وانت شايف ان دي صديقتك قريبة جدا منك فمحتاجة تدعمك تقول لها الاول تقول لها مثلا يعني يعني بالراحة كده كان فيه حكاية كده اللي نزل يعدي الشارع فخبطته عربية فراح قال لابنها او لابنتها مامتك خبطته عربية قال له ما تقولهوش على طول قل له مامتك نزلت الشارع تجيب حاجات بعد ربع ساعة كده وهي بتعدي الشارع كانت جاية عربية مسرعة جدا فطبعا مامتك هتاخد بالها بعد نص ساعة ساعة قل له بس نسيت اقول لك اصلي ماما وهي بتعدي الشارع الراجل معرفش يفارمل فخبطها خبطها والحمد لله ملحوء ان شاء الله خدوها على المستشفى بعد شوية كلمة في تليفون او كلمة في تليف قل له اللي بقية في حياتك الحادثة كانت جامدة شوية هو كده شوية 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 مش بهزر يعني ما تبقاش مفاجأة الدكتور برة في الخارج في امريكا في اوروبا في اي حتة غير الديكاترا المصريين عندنا يعني الديكاترا المصريين يقول لك ايه لا 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 انت فل انت هاي لفل جميلة جدا وما فيكيش اي حاجة وهتاخدي شوية دوز غنانين زي وهتاخدي لك حقنا هنا او هنا وحطي لك كانيلا وبتاع وهي بتوجع جدا يعني لأ برة يقول له شوف انت قدامك بزبط اربع اسابيع وتروح ليه انا مبسوط كده وقاعد هروح اروح فوق ما ينفعش هل هو ينفع ولا ما ينفعش بالنسبة لنا عشان احنا عاطفين هو قال لك المفيد ان انت قدامك ست شهور وخلص او الكنسر انتشر او 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 تبقى عامل حسابك هي هي بالضبط الحدود اللي احنا بنقولها النهاردة هتروح تقولي او هتروح تقول ولا هتقول على step by step ولا ايه ده حاجة مهمة جدا 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 ده اللي هي اللي عمنا اللي اسمه كريس ارمسترونج بتاع العلاقات الزوجية انا مرة زمان بحب اقول كده في النص حاجة كنت عملت حديث مع وزيرة جميلة شطرة نجحة جدا جدا في سنة 93 اسمها دكتورة فينيس كامل كانت وزيرة البحث العلمي ولما عملت معها حديث والصاحبنا جدا وبعدين بنتكلم في البيئة والحاجات فانا انا دايما اتبهب الحركة دي بصوا الحركة دي انا زرعت التسع شجرات في الشارع بتاعنا فقلت لها يا دكتورة انا زرعت التسع شجرات برافو عليك وسقفتلي وبعدين قلت لها دولا هيقطعوهم سنة 93 اكي لا 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 القانون بتاعنا ما بيقولش كده ممنوع زرع قطع زبح الاشجار قلت لها كده طيب خلصنا رحت الاسم انا جاية مساء الخير يا باشا انا جاية ابلغ ان في هيقطعو الشجر في شارع كزا في انفزة ملك وانا اللي زارع الشجر بس قبلها بها اتلموا علي قالك دي مدام نجوه ابراهيم سنة 93 بقى كان ايه دي جاية ضروري بتعمل بتعمل محضر ده ضروري حد قتل الاتيل ولا حوادس هادس ولا بتاع قلت له اصلي فيه بيقطعو الشجر نعم والمأمور والناس والعساكن قالوا وإيه يعني بتقول لأ مش وإيه يعني لأ انا زرعاهم دول الشجر بتاعي ماينفعش ومش عارف ايه المهم والله الحمد لله والشكر الله مشي الحال لان كان فيه قانون بصراحة كان فيه قانون طيب احنا دلوقتي معلش حاضر حاضر لا انا ما جبت السيد اي حاجة انا بقول ان كل واحد يزرع شجرة خلاص والله يفكروا فيها تخيل ان كل واحد يزرع شجرة قدام البيت بتاعه شجرة وتبقى صغننة بس بعد خمس سنين ست سنين عشر سنين دي كل صحة طلط العام هتلاقوا شجرة بتاعكم يعني ده ما هو بقية البيت الشرع ده بقية البيت او والله اقول لكم ازاي لما رجع بس بعد الفاصل حاضر يوسف فضل نطلع فاصل كل السمع بيت العز مع نجوة براهيم برعاية البنك الأهل المصري بنك أهل مصر على نجوم فقام ونجوم فم تيفي اهلا وسهلا انا معاكم نجوة ابراهيم على نجوم فم 100.6 ونجوم فم تيفي ما تبصش كده يوسف ومعانا النهاردة الحلقة عن لو شفت الغلط تسيح للغلطان ولا هتكتم بصوا بقى نمر واحد كلمة وانا مالي لما انا سألت قالوا لي انا ملناش دعوة انا كمان طب وانا مالي طب حرام طب ماينفعش لو احنا قلنا كده مثلا العيب في كلمة وانا مالي انا حبقى منفصل احبقى لا مبالي ومنفصل تماما عن المجتمع خالص تاني حاجة انه اما بتنعزل عن المجتمع هتبقى مشكلة انت بتسبب بتتفرج على مشاكل التانين وهي بتتفاقم مشكلة بتكبر بتكبر زي ما بننفخ البلونة كده وهتفرق عفو الشام تالت حاجة ان انت او انت بتنشري يعني بتدي فرصة للظلم بتدي فرصة للفساد ازاي احنا بنجيب اقوى حاجة او اخطر صورة اللي هي الخيانة ما بين الرجل والست لا بس انت قيس على كل الحاجات اللي بتحصل في المجتمع او اللي بتحصل في عيلتك او في اهلك او 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 فمثلا حسن حسن علي بعد بيقول لي صباح الخير يا ماما نجوة انا بحبك جدا انه بسمعك كل اسبوع انا بشكرك جدا بيقول الشخصيات السلبية مش بس بتضر نفسها دي بتضر المجتمع كله لو كل الناس سكتت عن الغلق في اسكندرية هتسمع في اسوان بعد كم يوم يعني الدنيا هتبقى بيضة لازم نتعلم الايجابية ونعلمها لولادنا لو عايزين فعلا نستقبل احسن ونفس ندرس مادة في ابتدائي اسمها ازاي تبقى ايجابي الواحد فعلا لازم يبقى ايجابي بس باخلاق يعني ما يبقاش فج قوي قوي طب لما تيجي تقول طب ايه الفرق بين الشخصية الايجابية والشخصية السلبية احيانا الشخصية الايجابية بتبقى زي ما بيقولوا مش محبوبة لان هي بتدي عملا تدي دروس دروس واخدوا الدروس دي يعني انا مش من النوع اللي بسايع والحمد لله محبوبة الحمد لله لكن بقول بقول الحاجات اللي بتحصل بس ازاي بتتقال وده اللي قلنا في اول الحلقة ده مهم قوي قوي الشخصية الايجابية بتشوف دايما النص المليان في الكوباية يعني بصها على الكوباية كده ياه الكوباية مش مليانة خالص ده نصها فاضي لأ انا بقول نصها مليان او حتى قول ده فيها بق رشفة مية فيها حاجة يعني لازم يبقى كوباية يبقى لازم فيها حاجة فدي شخصية ايجابية وتبقى كمان من النوع تبقى متفقلة تفقل وتصح وتعيش وتصح 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 تعالوا نشوف الفروق اللي هي في الشخصيات الفروق في الشخصيات عشان تبقى تقول ده شخصية سوية وده شخصية غير سوية ده غير الايجابي وغير اللي هو السلبي دي حاجة ودي حاجة تانية خالص زي دي حمادة وده حمادة تانية فطبعا الشخصية اللي هي ايجابية بتبقى ومتفقلة بتضفي في القعدة تعمل جو جميل جدا نقول لك يا انا بحب فلان قوي 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 لان هو من النوع اللطيف لازم تعزمه اعزموه يا جماعة يجي عندنا اعزموه في القعدة اعزموه في الفصحة لانه لطيف ايجابي مبتسم شرح شرح برح كده انما المتشائم يعني هو يقدر البلاء قبله وقعه انت ليه تعيش متشائم انت ليه طول ما انت قاعد تقول احسن يحصل كذا كذا لا 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 ده انا خاف اعمل كده لا يحصل لي كده لا 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 ده انا ايه دي بتوجعني اصلي يبقى حطحة لا وخلوا بالكو الزن برضو في الامال بيتحقق يعني ايه الزن في الامال انا هقعد ازن في الامال على ربنا سبحانه وتعالى اللي هو القادر على كل شيء قادر يعمل كل حاجة وفي حاجة اسمها بإذن الله وإن شاء الله ايه الفرق بينهم الاتنين بيستعملوا في القرآن الكريم في الكتاب الكبير بتاعنا اللي احنا ماشينا عليه ربنا بيقولها في كذا حاجة كذا موقف كذا صورة في آيات كتير لكن بيوريلك انه ان شاء الله لما يشيء ربنا هيعمل هالك هيحقق هالك انما لو ازن الله بالزلزال كن فيكون ده اذن رسمي فهي بتبقى ساعة نقول بإذن الله ان شاء الله فاحنا منستعملها الاتنين زي بعض لما تبقى متفائل على طول هتحس ان انت الكيس بتاعك شنطتك او شنطتك فيها فلوس صحتك الحمد لله بخير لما تبقى متشائم الله انا ما معيش مالليم معيش اللضة طبعا قلتلكم انا عحكايات اللضة صح اللضة اللي هو كانت عملة تاع كده حديدة كده كانوا بيفرقوها زمان يعمل الممليك والناس القدام قوي قوي يقولك خد البتاع دي وروح مكتوب عليها ايه بقى الله ضامن اللضة الله ضامن اللضة يقوله ما معيش خمسة لضة لانا ما معيش اللضة حال طائمة بيقوله ليه حال يا بسر اطلع فاصل بقى نبسط وزغرب نطلع فاصل ونشوف بعد كده احنا هنرد ازاي ونقول ايه علشان الموضوع قدمه وسلم يبقى موضوع متكالكع قوي كده ما ببقاش منطلق لكن يبقى بسيط يبقى لزيز وبقى بقى متكده شوية لو شفت الغلط تسيح لصاحبه ولا تكتم نطلع انتو لسه مع بيت العز مع نجوة براهيم برعاية البنك الاهل المصري بنك اهل مصر على نجوم افقام ونجوم افقام تي في اهلا وسهلا في الفاصل الاخير هنقول بقى ايه النتيجة المحصلة بتاعت النهاردة شوف طبعا السلبيات ان انت تشوف الغلط وتسكت عنه ده زي ما اقولك ايه الساكت عن الحق الشيطان اخرص اه تعالوا بقى نشوف ليه الحكاية دي في حملة اعلانية كانت عاملها وزارة الكهرباء عشان الناس تبلغ عن حرامية الكهرباء يا خبرة بيت ده عدى بقى مرحلة الغسيل حرامي الغسيل والحاجات دي فبقت الحكاية شريرة جدا وبعدين برضو كانت برضو لما سألت على حلقة النهاردة فاكلي لا ده انا كمان هي ما صدقتنيش لما قلت لها جوزك بيعرف واحد عليك وبتاع فراحت مصورا وبعدين قلت لها وبعدين قلت لها اهو صرت اهي فهم الاتنين اتخنقوا وضربوا بعض وكل حاجة لكن في الاخر خالص قال لها انا هفرجك بقى وهجيلك بقى الشغل وحعمل واساوي لان الكلام ده كله غلط قلت له والله تو ايه رايك بقى ان انا مصوراك صوت وصورة سكت فهي مصورا برضو تبتزوا لكن احنا عندنا مثلا انه حد بيعمل حاجة كويس حاجة غلط جدا في الشارع بروح الناس مصورا طب يعني يعني انت لو شفت الحرامي هتتجري وراه وتبلغ البوليس واللي هتوقف تصوره وهو طالع على المصورة ما عملتش اي حاجة يا فرحتي هتروح بعد كده تقوله انا مصورك ههي هتديني بقى خمس تلاف جنيه من اللي انت سرق ليه الموضوع هنا ملوش دعوة لابتزاز له دعوة للمصلحة الشعبية للناس كلها انك تعمل خير وكانوا زمان يقولوا لنا ايه احنا نعمل خير ونرمي البحر ترمي البحر ليه يقولك انا بقى عايز ارمي البحر طيب ماشي رميه في البحر اللي عايز اقول حاجة حلوة قوي انه في حد بقيتلي بيقوللي انا بسمعك كل اسبوع وكلامك بيفدني جدا يا سبحان الله انا بنبسط قوي من اللي بيقوللي كده ان الواحد يحاول ان هو يقول كلمة مفيدة للبشر كلهم عموما في الختام احب بقولكو حاجة مهمة برضو اللي هي ايه انك لما تعيش ايجابي وليك كلمة وليك رأي وبتقول للناس يعني حاجة كويسة نصيحة ميم ميم ما هو عزم الدارية اللي هي الميم بتاعته دي ميم ميم دي انا بتهالي ان احب قوي لما تشوف حد تقوله اه بس قديلي البلوزة شوية كده اه وضبك في ناس تقولك لأ وتقولله ليه او تقوللها ليه ماينفعش كان عندنا واحدة كانت زميلة زمان فجات واحدة تانية قالت الله البروش بتاعك حل وقوي يا ماما نجوة ده نمرته كم ففتحت ده 67 كزا مركته كزا قالت ليه انت ليه بتقوللها كده ما تقوللهاش على الرقم ده ليه بتسياحي ليه ما نقول الحقيقة لما تشوف حاجة طلبها منك حدد ده له بحقيقة حقيقة طب لما تشوف غلط صلحه يعني انت شايف حاجة غلط صلحه حد وانت ماشي بتسوق بعربية قدامك شيك قوي وراح فتح الازاز وراح رامي موز انا والله مشيت وراه وفتحت قلتله وعملتلك طبعا الشي اللي سمعيننا في الازاعة شاورتله ان الحركة دي كده مش لا ده انا داون كده تبقى عيب ان انت تعمل كده كسف قوي ففي حاجات صغيرة لما بتتراكم بتبقى ما تقدرش ان انت تعليجها تعليجها ازاي يعني عندك شلت خيط كده وفكت منك كتير عقد حلو وجميل ومعلقها علقها وبعدين فرط العقد هتلميها ازاي وتعمليها ازاي من اول ان انت تتحافظ عليها من اول تقط يعني انا لما جيت الصبح وقلت انا هعمل حلقة النهاردة عن ازاي تسيح للناس وازاي تقولي النجوز صاحبتك خانها وتروح تقولي لها في ودنها كنت شوية مترددة والحد ما انا بقولك الختام قبل ما اقولك الى اللقاء انا برضو مترددة ومسكة نفسي ان محدش يفتن يقولك الفتنة اشد من القتلة لا ده انت مش بتفتني عليه ولا بتفتني عليه انت بتحاولي انك تلحقي الوضع قبل ما يدهور تماما لانو طالما دخل في سكة الخيانة وسكة الغلط العميق اوي اوي في العلاقة يبقى انت تبقي يعني ملاك معدك نسمى معدك عموما يعني ربنا يسعد قلوبك وكلكو ربنا يخلي حياتنا دايما بتبرق معليهاش طراب معليهاش حاجات سلبية معليهاش ان انتو بتعمله في بعض ما ممكن اوي راح تقولها كده علشان وفي الاخر طلقها وراح تتجوزي انتو كويس الخيان برضو فلازم يبقى الهدف نبيل عشان الحياة تبقى محترمة جدا انا بحبكو اوي اوي انا كنت معاكو ناجو ابراهيم على نجوم اف ام نجوم اف ام تي بي ومية فاصلة ستة وكل يوم خميس من واحدة لاتنين بقابلكو في بيت العز ومنهاي التاني يوم السبت من الساعة اربعة لخمسة اوي عدو اصطادي معلش الى اللقاء احبكو اوك الى اللقاء انتم معا بيت العز مع نجو ابراهيم برعاية البنك الاهل المصري بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في نجوم اف ام على كيفك